السلام عليكم و أهلاً فيكم في فيديو جديد نفس الحركة قبل شهر أنا تكلمت لكم عن انتباعي مع أبل والدعم الثني أو استبدال السماعة اليمين قبل شهر طلع فيها صوت طقطقة و كلمت أبل و رسلوا لي باكج نفس هذا الباكج و وصلني بسماعة اليمين حطت السماعة الغديمة رسلتها لهم و خدت الجديد العضنية الآن نفس المشكلة في السماعة اليسار طبعاً بعدما كلمت أبل و خلصت بعد ثلاثة أيام طلع أبل أو أبل أو أبل أي شخص عنده صوت طقطقة قبل تبدل السماعة مجاناً فأتوقع أبل كانت تنتظر مشاكل كثيرة أنا معروف أبل أن يجيك مشاكل كثيرة على نفس الجهاز هذا أو القطعة هذه و الشركة تبدأ تسوي طلب أنك استرجاع وتغيير أنا سويتها بعد ثلاثة أيام طلع أبل فأتوقع أن في أشخاص في نفس الوقت جاءوا طلبات على أبل لأنه لديهم مشاكل في السماعة السماعة اليسار لم يكن فيها شيء كلمت أبل برضو قالوا لي لا لازم تدفع القيمة قالت لهم ليش أدفع القيمة المشاكل الموجودة مش أنا اللي أخرب هالقطعة ليسار ممرة طحت مني وأنا عارف أنها هاردوير ومنكم أنتو قال لي ما نقدر ماتشين وقلت له مش دمبي فشوي شديت معام قالت خلال أتكلم الرئيسة أو شيء اللي فوقها و راح أتكلمت الرئيس ورجعت قالت لي خلاص هو راح يكلمك المنيجر كلمني قال لي خلاص بما أن عندك المشاكل وكانت مشاكل عندك اليمين راح يمسوي لك إيها مجانا فنفس الحركة حين جاءت لي السماعة اليمين ونفس الحركة اللي كانت في المشاكل اللي راحت بوكس عادي ما في أي شيء إلا السماعة والتبس اللي كل موجودة ف مدري هل في شخص عند مشاكل في الإيربوتس برو يكتبوني تحت في تاريخاته هل في شخص قير الإيربوتس برو حقتها ولا لا أنا عندي مشاكل شوفوا انت إذا عندك مشاكل كلم قد عمي الفني حق قبل وتو العاديين ما جات فيهم مشاكل ولا صار فيهم كل يعني مشاكل من نفس الشركة أو مشاكل تصنيع بالمهم هذه الإيربوتس نطلعها طبعا يعطوني التبس معاهم أو الجلد يكونوا موجودة هنا أشوف الجلد المناسبة لي أخذها فأنا راح أخذ سمول وشي اللي صار الخربانة وحط اليمين وسوي لها بس رستارت طبطها هنا واني تتعرف على الجهاز ورجع لهم الإيربوتس هذه القديمة الخربانة عشان ترجعوني المبلغ لأنه يسموني حولد لحق قيمة الإيربوتس الواحدة اللي هي ثمانية وتسعة وثمانين أو ثمانية وتسعين واحدة منهم دولار إذا رجعت لهم راح يرجعوني المبلغ بس هذه انطباعي للمرة الرابعة الخامسة لحق الأشياء اللي سويتها معا بول ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك في القناة واشتراك في حسابي سناب شات شار في ضبطكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم